محمد متولي الشعراوي لكن انا عايز اتكلم عن شوية الشرازم وانا واثق في الكلمة دي شوية الشرازم اللي طلعولنا في الزمن لغبر شرازم طلعولنا في الزمن لغبر علشان يتطولوا على قامة زي الشيخ متولي الشعراوي على فكرة اقسم بالله انا مش من مولدين الشيخ متولي الشعراوي يعني انا ما بتتبعوش اوي وما باعدش اسمعو اوي يعني لا انا باسمعو على فترات وباسمع مكتطفات منو وخصوصا تفسير الكرآن الكريم لكن ده ما يمنعش ان الراجل فعلا بيوصل للمعلومة باسرع طريق وباسهل طريق وبابسط طريق احد الرقعاء اللي هما بيتطولوا على الشيخ اليومين دوله وده على فكرة ده ده غاوي يعني اه يتطول على الصحابة ويتطول على يعني هو بيتطول على اي سواب الدينية او غير سوابت تقريبا هو بيبقى ممنهج على كده يعني يقولولو بسك فيبسك ما هي كده بسك بس البسك بالدولارات يعني بسك بالدولارات فيقوم يبسك وبراحته بقى انا قبل كده عامل له حلقتين او تلاتة والله قبل كده على الكلام اللي هو بيقولو ده هما تلاتة اربعة خمسة كده موجودين علشان يخلوا المجتمع في حالة يعني مش عارف اوصف والله ما عارف اوصف بس هو في حالة كده يلا الرقيع ده ابو حملات ده رقيع وحملات ده بيعمل ايه ده دف في يوم من الايام قريب مش بعيد من كام شهر طلع ووقف وقالك انا بقف بقف ده في الحلقة بتاعته موجودة على اليوتيوب ترجعولها لو عايزين انا بقف اجلالا وتقديرا وتقديسا واعزازا لفنانة فنانة عملت فيلم اسمه اصحابه ولا اعز حاجة كده بيتكلم عن الشزوز بقى وبتاعه وكلام اللذيذ اللي هم بيحبوه اللي عايزين يسوقوا للمجتمع بتاعنا باي طريقة وقف وضرب تعظيم سلام للفنانة وقالك فنانة الطبقة المتوسطة متوسطة ايه وبتاع ايه والنهاردة بيقف بس بيقف ايه ده بينبطح ويتكلم عن الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه ويقول اصو ده كان شعباوي ده كان شعبي قال له طيما الفنانة كانت فنانة الطبقة المتوسطة الشعبية اللي انت كنت بتفتخر ووقف لها اجلالا واعزازا وتقديرا علشان لمعاخزة مش كده ولا ايه يا اخي احترم نفسك احترم نفسك ده انت برضو من فترة قريبة قلت ان الادان بيطفش السياح الادان الادان وفي بعد الادان ما هو اذا كنت انت وصلت للادان يبقى انت مش حططططة ولا على الشيخ متولي الشعراوي رحمه الله ان الادان بيطفش السياح تفتكر طب والسياح اللي بيروحوا تركيا يا حبيبي يا بحمالة وحمالة اربعين مليون سايح في ست سبع شهور في تركيا لا ده عندهم الجوامع ايه بقى ده الجوامع بترد على بعض في الادان والسياح بيبقوا عادين يسمعوا يعني الجامع ده قصاد الجامع ده جوامع كبيرة اه يا صوفي اه على مش عارف الفاتح على ايه على ايه الادان ده يخلق ده يقول الله اكبر الله اكبر ويسكت والتاني يقول الله اكبر الله اكبر بيردوا على بعض السمفونية وجالهم اربعين مليون سايح ده انت بتلهس على تسعة مليون سايح طول السنة ويعتبر انجاز لو جبت عشرة مليون ولا لحداشر مليون هم اربعين في ستة اشهر وعندهم الادان فانت التطاول بتاعك ده احنا عارفينه بس المشكلة بقى ان فيه ناس كتيرة مش عارفاها فيه ناس لازم تعرفوا ان انت ممنهج على ده انت بقى والحواشي اللي معاك يعني اه شوية كده معروفين يعني هم خمسة ستة معروفين كان معهم ساد الامني اه ربنا بقى يكافؤوا على قد نيته انا معرفش ان نيته كانت ايه انا مقدرش اتكلم فيه يعني خلاص لانه في زمة ربنا فانت ما لكش حل غير انك الناس تتجاهلك وما تطاولش يعني ما تجيش تتطاول على قمة من القمم اللي كانت بتوصل لنا المعلومة بابسط الطرق للناس البسطاء ما هو انت حضرتك ما هونا ما انا مش عارف اقولك ايه لان انت اساسا انت مشكلتك مشكلة كبيرة خلي بالك انت شغال في كله بتكتب سيناريوهات وقصص وافلام ومش عارف ايه وتطلع في برامج وقناة ايه وقناة ايه وحكاية ايه ويوتيوب يعني فاضل تأمل فوزير شرهان او نيلي وتبقى عملت كل حاجة يعني انت مشكلتك انت وامثالك وبقولها لك اهو دي الوقت وافتكر الكلمة دي انت وامثالك بعد ما يتلقوا فيكو العزاء في عمر مكرم بنص ساعة هتتنسوا بعد ما يتلقوا فيكو العزاء في عمر مكرم بنص ساعة هتتنسوا تماما الكتب بتاعدكو بقى والاراء والافكار والحكاية انت تقدر تطلع تنتقد كارلي ماركس مثلا لا يعني كارلي ماركس تقدر تطلع تنتقده طب تقدر تطلع تنتقد حخام يهودي اقتحم المسجد الأقصى تقدر؟ تقلي ما تقدرش لكن ممكن تتطاول على الشيخ متولي الشعراوي رحمة الله عليه اللي توفى من 25 سنة والناس بتاعشاكو لان عملوكو تربنتينة في اتباخكو الهسهس بتاعكو اللي هو الراجل الشعباوي الشفاوي مهوق انت عارف نجبة الامية الله اكبر الله اعزم ده الادان بيدنا هو عارف نجبة الامية انا حستنى لما الادان يخلص بس ده فالحلو والله ده ادان الاقامة اللي ما بيعجبكش سمعوا؟ سمعوا كده؟ حيا على الصلاة حيا على الفلاح قد قامت الصلاة ده لو بتقيم الصلاة حضرتك ده لو بتقيم الصلاة حضرتك يعني سمع؟ يا ريت تكون سامع هو ده الادان وحيفضل الادان وحيفضل الادان رغم حقد الحاقدين ورغم المتسوسين ورغم المتفعلهم وحيفضلوا شيوخنا الاجلاء سيبك من الشيوخ اللي هم اللي طالوا عضول في الفترة اللي فاتت اللي انت طلعت فيها برضه ما هم انت طلعت في نفس الفترة ديا ما انت ظهرت في نفس الفترة دي التحرير ومش التحرير وبتاعه ورحت وجيت وكنت باشوفك رايح جاي في التحرير كده يعني عاملها مش ورقة يعني تطلعت معاهم برضه لكن الشيخ بتقول الشعراوي غير كده خالص ده في حتة تانية خالص يا حبيبي انت وأمثالك ده في حتة تانية خالص 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 اتنططوا بقى كده زي الأرود وقلوا اللي تقولوه واعملوا اللي تعملوه بس بيزداد حب ليه ده وهو متوفي من خمسة وعشرين سنة بقولك انت وأمثالك بعد نص ساعة من عمر مكرم محدش حيفتكر لكم حاجة خالص خدها نصيحة من واحد يمكن تلاتين سفرة على الشمال بالنسبالك خلص بس خدها نصيحة ما هو ممكن واحد ما بيعرفش حاجة خالص امي يدي حكمة لواحد دكتور في الجامعة في السيربون فخد نصيحة او حكمة ما تروحش في المناطق دي ابدا المناطق دي ما تروحهاش المناطق اللي هي الشيخ متولي الشعراوي وأمثاله من العلماء الأجلاء اللي أسروا الحياة الدينية وبسطوها للناس بسطوها للناس الشيخ الشعراوي اللي انت بتقول عليه ظلامي وداعشي ده انت اللي قلت الشعراوي ظلامي وداعشي وسلفي ظلامي داعشي سلفي يقول انت ايه انت ايه يا بتاع تقديم احلالا وتقديرا وتقديسا لفنانة الطبعة المتوسطة علشان في فيلم انت تبقى ايه لما الشعراوي داعشي وظلامي وسلفي فيه يا اخي ده الشعراوي الوحيد اللي وضح للناس كلها في مؤتمر برا مصر هو ليه الاسلام لما تسأل هو ليه الاسلام بيبيح ان الرجل يتزوج من اهل الكتاب لكن ما بيبيحش ان اهل الكتاب يتزوجه من امرأة مسلمة وقال هلهم ببنتها البساطة وبنتها العزوبة وبنتها المنطق مفيش حد قالها قبل كده انا ماسمعتهاش هلا منه قال ايه يمكن انت تكون ماسمعتهاش انت كمان ما انتوا قاعدين تخبطوا وترزعوا انت وكان فنانة كده تقولك انا ممكن اتجوز وواحد مش عارف منين واتجوز منين وهم مش فعمين حاجة انت كمان مش فعم حاجة ده قالك لان الاسلام بيعترف باليهودية وبيعترف بالمسيحية لكن الديانات الاخرى ما بتعترفش بالاسلام ماهو اليهودية ما بتعترفش بالمسيحية على فكرة والمسيحية ما بتعترفش باليهودية وبالتالي ما بيعترفوش بالاسلام لكن احنا الاسلام معترف باليهودية والمسيحية وبموسى عليه السلام وبعيسى عليه السلام ومريم العضراء أشرف نساء العالمين عرفت بقى ده أنا بديك بس نبزة صغيرة نبزة للرجل اللي انت قلت عليه ظلامي ودعيشي وسلفي الراجل ده قاعد كلم الشباب فمرة في مؤتمر وقال لهم لو لقيتوا بار في حتة بار بار خمارة خمارة انت أكيد عارفها يعني من اللي بيشربوا ويسكروا ويتنايلوا فيها ماشي ممكن تروح تفجر البار ده وتبقى كده قال لك آه الشباب قال لك آه طبعا ده حلال ان انا فجره قال له انت كده تبقى قعانت الشيطان لان الشيطان عايزهم يموتوا على الوضع ده طب ليه ما تفكرش ان انت تصلح منهم او تعدل اي حاجة هو ده الظلامي والدعيشي والسلفي انا مش قادر اقول لك كل حاجة يعني بس بقولك اهو والادام بيددم في كل حتة اهو هنا وهنا 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 وحيبقى فوق دماغك انت واللي زيك رحم الله فضيلة الامام الشيخ امام الدعاء محمد متولي الشعراوي ويا رب بحق الادان اللي بيددم ده بحق الادان اللي بيددم ده تبعت لنا زيه كتير مش لازم في جيلنا احنا في الاجيال اللي بعد كده هي دي الدعوة هي دي الدعوة اللي نتمناها انا في النهاية في النهاية انا كل قسى بس انا فرحان فرحان بحاجة واحدة بس ان الامام محمد متولي الشعراوي حبه بيزيد يوم عن يوم حبه بيزيد يوم عن يوم وهو فارقنا من خمسة وعشرين سنة تقريبا انا في النهاية بشكركم 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 جدا